أعقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبدالعزيز رئيسا لمجلس الأمناء والدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء ونائب محمد الجرحي أمينا للسندوق التحالف كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت صاروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمنة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف كما تم خلال الاجتماع مناقشة لإحطة النظام الأساسي تمهيضا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في تاني عقاد لها